السلام عليكم ازايكم عامدين ايه لو اول مرة تشوفي فيديو لي انقرهام ردوان وده مطبخ رهام ردوان تعالين نهاردة نعمل مع بعض كيكة السينبون سهلة اوي وبسيطة وطرية خالص من جوه وهشة ولذيذة وهنعمل معها صوص الفانيليا وصوص الشوكولاتة السهل اللذيذ ومكوناتها كلها موجودة في البيت في منتهى السهولة لو عجبك الفيديو بعد ما تتفرج عليه دوسي لايك ولو ما اشتركتش في القناة اشتركي في القناة وفعل الجرس يلا نشوف المقادين بتاعتك هقولك المقادين مرتين وركزي معايا وهسيب لك كل المقادين في صندوق الوصف تحت السهم الصغير اللي بيبقى تحت الشاشة معايا اربع بضاد بدرجة حرارة الغرفة كوباية لبن كوباية زيت كوباية سكر كوبايتين ونص دقيق ومعلقة كبيرة بيكنج بودر ومعلقة كبيرة خل وفانيليا نقولهم تاني اربع بضاد كوباية سكر كوباية زيت كوباية لبن معلقة كبيرة خل وفانيليا ورشة ملح ومعلقة كبيرة بيكنج بودر وكوبايتين ونص دقيق ودي الخلطة بتاعت السينابول اللي عملناها قبل كده مع بعض سكر وككاو وإرفة معلقة 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 كبيرة سكر ومعلقة كبيرة إرفة ومعلقة كبيرة ككاو طبعا البيض واللبن بدرجة حرارة الغرفة زي ما احنا متعودين أول حاجة هنجيبها هنحط البيض ونحط عليه الفانيليا ونخلطهم مع بعض الأول شوية طبعا البيض بدرجة حرارة الغرفة يعني ايه درجة حرارة الغرفة؟ يعني بتطلعهم التلاجة سبيرة يرتاح يبقى درجة حرارته زي المطبخ مايبقاش لا سائع ولا سخط عشان تاخدي منه أفضل نتيجة لما يضرب كده ابتدى يضخلت معايا البيض هنضف عليه بقى كباية السكر بتاعتنا استخدمي دايما في الكيكات السكر الأبيض الناعم وإحنا قلنا نصايح دي في الفيديو بتاع الكيك هنبتدى نضرب فيه كويس جدا لغاية ما يوصل للقوام اللي هو يبقى كريمي ولونه فاتح وهش وصل معايا كده دربته تقريبا عشر دقايق عشان يوصل للنتيجة داي كريمي جدا وهش ولونه فاتح بعد كده هعمل أقل سرعة واضيف معلقة الخل بتاعتي الخل بيخلي العجين بتاعي هش ولونه أبيض وبعد كده هنضيف الزيت واحدة واحدة ممكن تستخدمي زيت درة أو زيت عباد الشمس ونستمر في الخلطة على سرعة قليلة وبعد كده هجيب الزيت بتاعي هحط عليه رشة الملح والبيكينج بودر وهخلطهم مع بعض الزيت دا أنا نخلطه مرتين كلما بتنخلي الزيت بتاعك بيخش في الهواء وبيخلي الكيك بتاعك طري جدا وهش وناعم من جوه هخلطهم مع بعض وهضيف الزيت بالتدريج على الخليط اللي احنا عملناه الاول طبعا هنحط كباية اللبن كده احنا عملنا كل المكونات السيلة بتاعتنا دلوقتي هنبتدي نحط المكونات الجفة والمضرب شغل ما عنديش المضرب دوت يبقى هضرب الخليط الاول البد والسكر في الخلط عادي جدا وهضربه تقريبا خمس دقائق أو سبع دقائق لغاية برضه ما يكون لونه فاتح معايا كده يعني الجهاز ما يوقف كيش ان انت ما تعملش الوصفة لو ما عندي كيش العجانة ديت يعني ممكن تستخدمي المضرب الكهرائي العادي ما عندي كيش تستخدمي الخلط ده القوام بتاع الكيكة بتاعي هي سيلة شوية مش تقيلة قوي لانها بتطلع طرية جدا جبت الصناية بتاعتي وحطت فيها ورقة زبدة طب انا عايزة اعمل القلب اللي بيبقى مفتوح من النص وانا ما عنديش هعمل ايه هجيب كباية ستالستين او ممكن ازاز هحط فيها اي نوع بقول يكون سئيل فول فاصوليا لوبيا انا حطت فاصوليا عشان تخلي الكباية تقيلة والعجين ما ينزلش من تحتها هحطها في وسط الصنية وهحط الخليط من جواها من حواليها كده نص خليط الكيك او تلت ربعه تقريبا وهحط الخليط بتاع السينابول اللي احنا عاملينه مع بعض ايه رأيكم في الفكرة بتاعت الكباية دي انا بستخدمها كتير جدا علشان انا ما عنديش القلب دوت برضو مافيش حاجة بتوقفني دايما بيكون في بديل وبتطلع النسجة حلوة جدا وهتشوف في الاخر بتبقى عاملة ازاي رشينا جزء من الخليط اللي احنا عاملينه السكر والعرفة والكاكاو اللي هدينا تعمل السينابول بالزبط وبعدين هحط تقريبا ربع الخليط اللي تبقى معايا هضيفه على الكيك بتاعي وهيبقى الخليط كده ما بين الكيك وما بين القرفة تبقى ظاهرة بنيبقى في مدها الجمال هاخبز الكيك في الفرن طبعا انا من اول لما ابتديت اشتغل في الكيك وانا مشغلة الفرن بتاعي لازم يكون سخت على درجة حرارة 180 او 190 انا خبز لها على 190 هقعدت في الفرن تقريبا ساعة الا ربع وما فتحتش عليها الا ما وصلت للون ده شوفي عاملة ازاي في منتهى الجميل اولا ما بتستوي بسيبها في الفرن تهده شوية وقفل عليها وبعدين بطلعها اسويها اعمل السكينة من الاحرف كده ومن جنب الكوباية عشان اتأكد ان هي اتفصلت عن الصينية بتاعتي وبعدين هقلبها شوفي بقى الكوباية عاملت الفتحة الفي النص اللي انا عايزيها وما فيش عاجينة نزلت من تحتها ولا حاجة عشان احنا حطين جواها الفصول يدي متقلة الكوباية والخليط من جوا باينة هون القرفة والكاكاو طحفة طحفة الكيكة دي رغيبة بجد تحسزك كده بسعادة وانت بتكليها عمها حلو جدا وهشة وطرية قوي هجيب الطبق بتاعي وهقلبها وابتدي بقى احط عليها الفصوص الجميلة اللي هنعمل مع بعض هنا انا قلبتها هشيل ورقة الزبدة لو مش موجود ورقة الزبدة هتتهين الصينية بتاعتك زيت وتبطنيها بالدقيق عادي جدا اهو شوفي اللونها من تحت عامل ازاي عشان اخدت روحتها في السوى وعملناها في الصواني الالمونيا اللي بتطلع الكيك دايما معانا ناجح انا سبتها هتهدى كانت اقل من الدفية بشوي وهجيب بقى الصوص بتاعي نعمله مع بعض هنعمل الصوص الفانيليا صوص الشوكولاتة عملناها قبل كده مع بعض المرازي هنعمل الصوص الفانيليا الصوص الفانيليا ده حلو جدا مكوناته بسيطة قوي كوباية لبن كوباية كريم شانتي كوباية لبن بودرة وكوباية سكر وفانيليا والزيت ساعات بنستخدمه وساعات ما بنحتاجهوش الزيت ده هو العامل للربط اللي يتقل لي الصوص بتاعي هشوف كده انا هستخدمه مراجي ولا لا انا معاي واذا هقول تاني كوباية لبن كوباية لبن بودرة كوباية كريم شانتي وكوباية سكر والفانيليا هحط الاول المكونات السائلة لحطيها في الخلاط الاول عشان لو حطيتي الاول لبن البودرة والكريم شانتي هيلزأ تحت هنضرب السكر الاول مع اللبن والفانيلي عشان يضوب شوية وبعدين هحط الكريم شانتي وهحط اللبن البودرة هضربهم مع بعض لغاية ما وصل للقوام اللي انا عايزيه لو حسيت ان انت ضربت كتير وما وصلش القوام اللي انت عايزيه هتضيفي شوية زيت انا ما ضفتش زيت في الوصفة دي وما استخدمتوش شوفي بص القوام عامل ازاي لونه ابيض جدا الكريم شنطي بديه لون جميل وطعم روعة. ولما بتحطيه في التلاجة بيتقل كمان عن كده. شايفي عامل ازاي? كريمي جدا وتحفى. بالنسبة للناس اللي بتحب تعمل صوس السينبو وفيه طعم الجبنة. ممكن تضيف عليه مكعبين جبنة كيري. لكن انا بكتفي بالمقادير دي. جبت الكيكا بتاعتي ده صوس الشوكولاتة. صوس الشوكولاتة عملنا مع بعضها قبل كده هسيب الطريقة والفيديو بتاعه. صندوق الوصفة هسيب لك اللينك تحت تشوفيه مع بعض. وبرضه هقولهولك سريعا. هتحطي في الخلاط كوباية لبن كوباية سكر نص كوباية كاكاو وكوباية زيت تنزليها تدريجي لغاية ما يربط معاك. وهجيب معايا صوس الفانيليا. حطتهم فوق بعض واشنشوفه هنعمل في الاخر شكل عامل ازاي. حطيت الصوس الشوكولاتة كله في الفتحة اللي كانت في النص. عارفتوا بقى انا عملتها ليه? ولو مش عايزة طبعا تعمليها ممكن تعمليه فصنية عادي جدا. الشكل اللي انت تحبيه. هوزها كده هدخل الصوس ده بعدها. هيديني الشكل الرخامي الطحفة والالوان الجميلة. البني مع الكافي مع القفايت. حاجة كده طحفة. بس كده. وهبتدي اجيب طرف السكينة او اي خلة وهجزعها كده. اعمل كده خطوط بسيطة. هتلاقيه اخدت الشكل معك على طول. وبعدين هعمل خطوط عكس الاتجاه اللي عملته في الاول. بس كده. هي دي طريقة كيكة السينبوب بجد طحفة. جميلة طرية. لزيزة. يعني مش مش قادرة اقولك عاملة ازاي. بجد حلوة جدا. والكيك بتاعها ناجح جدا وهش جدا. شايفة عاملة ازاي? الشكل طحفة. كأنك بقى عامل حركات يعني ورسمة حاجة صعبة. وهي طريقة سهلة جدا. طبعا تحفظيها في التلاجة. آآ تكل اللي انت عايزة تكليه منها والباقي لو تبقى حاجة بتعنيه في علبة بلاستيك وتحطيه في التلاجة عشان الكيك ما ينشفش. تعالي بقى نقطع حتة كده من جوه. ونشوف بقى بوركان الشوكولاتة وهو نازل. طريقة قوي قوي وانا بقطعها معايا. وهتلاقي جوه معمول بقى طبقات من القرفة والكاكاو والسكر في النص كده. عاملة شغل جامد قوي يعني. الله. عاملة زي المولتون كيك. طحفة بجد. لازم كده تعمل الحركات دي والابهارات دي كده في البيت يعني عشان تحسي كده ان ايه بقى عاملة شغل جامد. هحط شوية صوس عليها. وطبعا القطعة دي ايه? لازم طبعا ادوق. شايفة الصوس عامل ازاي? جميل قوي. وشايفة من اللون البني اللي فيها دوت. هو ده الطبقات اللي سينابول اللي عملناها جوه من القرفة هي باينة في الجنب هي. وكل قطعة قطعيها هتلاقي فيها من جوه كده القرفة ماشية فيها تعمها طحفة. بهانا والشفة للي هيكلها. جميلة جدا. لو عجبك الفيديو دوسي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرد. واستنوني في وصفات تانية سهلة كتير. رهيم رضو.